مرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج الاقتصاد في الصحفة على قناتكم الاقتصادية الاولى والذي نعرض فيه اهمى الاخبار التي تطرقت اليها الصحف الصادر هذا اليوم نبدأ عرضنا بجريدة الاقتصادية الاولى التي تناولت برنامج رفع قدرات تخزين الحبوب الى 9 ملايين قنطار وقالت انه يتم انجاز منشآت قاعدية عبر 52 ولاية في 2024 من اجل الزيادة في طاقات تخزين الحبوب حيث سيتم انجاز 350 مركز تخزين جواري للحبوب كلفة كل واحد منها 25 مليار دينار وذلك بالموازات مع رفع مساحات زراعة الحبوب والبقول الجافة خاصة في ولايات الجنوب بحسب ما كشف عنه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة الذي اكد ان عمليات انجاز مراكز التخزين اللامركزية تتم على مستوى ولاة الجمهورية يومية الوطن من جهتها نشرت مقالا حول بطء عمليات التبادل التجاري الافريقي وقالت ان التبادلات التجارية بين دول افريقيا لا تزال تنتظر التسهيلات حيث ابرزت صحيفة ان هذا الامر بقي مجرد حلم بعد ثلاث سنوات من التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بحرية التبادل التجاري بين دول القارة المعروفة اختصارا باسم زلكاف التي تتوفر على سوق بحجم 1.2 مليار شخص وعلى سوق قيمتها 3000 مليار دولار امريكي كما ان النتاج الداخلي الخام للدول الافريقية يقارب 2500 مليار دولار مما يعطيها ادوات قوية لتكون قطبا اقتصاديا عالميا فعالا ومن المنتظر ان يرتفع حجم التبادلات التجارية بين الدول الافريقية بنسبة 52% اذا توفرت التسهيلات الضرورية لذلك تقول الجريدة اما جريدة الخبر فكتبت عن تصريحات الامين العام للمركزية النقابية عمر تقجوت التي عبر فيها عن رفض عودة التقاعد دون شرط السن من قبل المركزية النقابية واضح تقجوت ان عملية المهن الشاقة صارت مرجعا للاجيال القادمة فقط قائلا ان الاتحاد العام للعمال الجزائريين يثمن الزيادات الاخيرة في الاجور لكنه يعارض العودة للعمل التقاعد دون شرط السن فيما يعرف بالتقاعد المسبق حيث اشار المسؤول النقابي الى طرح بديل عن ذلك يسمح لآلاف العمال الذين لا يمكنهم مزاولة النشاط بالتقاعد دون اعتبار لقائمة اللامهن الشاقة وقال تقجوت ان المركزية النقابية ستفتح تحقيقات لمعرفة سبب المطالبة بالتقاعد دون شرط السن في بعض الولايات يومية لسوعد الجري تحدثت عن مضمون القوانين الجديدة المتعلقة بالعقار الموجه للاستثمار وعنونت مقالها كل ما يجب معرفته حول العقار قائلة ان الدولة وضعت تسهيلات عديدة ومنحت امتيازات مختلفة للمستثمرين من اجل الاستفادة من العقار الموجه للاستثمار وفي شتى القطاعات الصناعية ومشاريع اخرى يبادر بها رجال الاعمال الذين يمكنهم الانتفاع من حق الامتياز جراء استغلال العقار العمومي وتحويل ذلك الى ملكية تامة اذا استكمل المستثمر مشروعه بصفة تامة وفق المعايير المتفق عليها حيث ان عقد الامتياز الاول مدته 33 سنة قابلة للتجديد مرتين وتنتهي بالتمليك النهائي للعقار وفق نص المرسوم المتضمن كيفيات استغلال العقار الصناعي صحيفة الحياة نشرت من جانبها ما جاء في افتتاحية مجلة الجيش اللسان المركزي لوزارة الدفاع الوطني وعنونت موضوعها الرئيسي تقول مجلة الجيش ما تحقق في اربع سنوات يؤكد صواب توجه الرئيس تبون وابرزت صحيفة ان القضيتين الفلسطينية والصحراوية من اولويات عمل الجزائر كعضو في مجلس الامن الدولي وقالت الجريدة نقلا عن مجلة الجيش ان ما تحقق خلال اربع سنوات على المستوى الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي يبعث على الامل ويدعو للاستمرار جريدة الفجر التي نختم بها عرضنا لاهم ما جاء في الصحافة الوطنية من اخبار اقتصادية فقالت ان مراسيم تنفيذية لضبط اسعار المواد والصلع الواسعة لاستهلاك ستصدر قريبا ويتم من خلالها تحديد هوامش الربح بين 4 و8% تخص 12 مادة استهلاكية وفق ما كشف عنه العربي صافي مستشار وزير التجارة وترقية الصادرات حيث اشارت الصحيفة ان وزير التجارة كشف عن منصة رقمية لمتابعة توزيع المواد والصلع الواسعة لاستهلاك من اجل ضمان التحكم في الاسعار بهذا نصل مشاهدين الكرام الى ختام عرض مواضع الاقتصاد في الصحافة لنهار اليوم والذي تناولنا فيه بعض الاخبار الاقتصادية التي تناولتها الصحف الصادرة هذا الصباح متابعة طيبة لبقية برامج قناتكم الاقتصادية الاولى ابقوا معنا اشتركوا في القناة